بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله أعزائي الطلباء والطالبات طلاب الصف الثالث اللي ابتدائي إن شاء الله النهاردة ديك درس معنا الدرس الثامن لسنقات من يونيت 11 ولكن دايماً كلنا البداية مع بعض اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله بالنسبة للكلمات ألينا A زائد R بدينا ER أو المقطع ER بدينا ER زي الكلمات teacher يعني معلم teacher معلم teacher معلم teacher معلم again من يغمى نعني أقول هاني teacher teacher meter يعني meter meter water 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 W-A-T-E-R water flower F-L-O-W-E-R flower flower F-L-O-W-E-R again water water teacher meter meter flower 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 paper paper P-A-P-E-R computer 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 C-O-M-P-U-T-E-R C-O-M-P-U-T-E-R computer 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 اللي هو جهاز الكمبيوتر أو الحاسب اللي mother 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 يعني أم M-O-T-E-R mother cleaner cleaner يعني عمل نظافة C-L-E-A-N-E-R cleaner C-L-E-A-N-E-R يبقى الكلمات كلها منتهية أو فيها E-R وطبعا ال-E-R بتتنطق E-R E-R the letters E-R make the sound E-R for example teacher teacher يعني معلمة teacher meter meter اللي هو المتر water water يعني مياه أو ماء flower flower يعني زهر flower paper paper يعني ورق paper paper mother mother يعني أم mother cleaner cleaner يعني عمل نظافة computer computer يعني حاسب آل بولنا learn يعني تعلم عندما نحاول الفعل إلى شخص يعني عندنا فعل وعايزين نجيب الشخص منه بندفله E-R زي teach teacher teach يعني درس teach teacher يعني معلم أو معلمة teacher teach teacher teach T-E-A-C-H teach درس teacher يعني معلم أو معلمة طب من يقول يتعلم يعني يبقى learn L-E-A-R-N يتعلم يعني learn يتعلم learn learn L-E-A-R-N learn يعني يتعلم جاي منها كلمة learner يعني متعلم learner يعني متعلم أما أقول مشاورة على التلميذ أقول عليه إذا learner يعني متعلم أما المعلمة teacher يعني معلم أو معلمة يبقى learn يتعلم أو يتعلم طبعا يتعلم learner متعلم teach درس teacher معلم أو معلمة يعني يعني يخبز يعني يعني خباز يعني خباز يعني يعني بنحول للإسم منه paint يعني يعني يرسم painter يعني رسام paint painter paint b-a-i-n-t b-a-i-n-t painter رسام b-a-i-n-t e-r sing يغني singer مغني sing s-i-n-g singer s-i-n-g-e-r singer يبقى الفعل لما نضيف لما نضيف l-e-r بنحول للإسم تعالوا نقرأوا مع بعض learn learner يتعلم متعلم التلميذ بنسميه learner teach يدرس teacher يعني معلم teach teacher bake baker يخبز وبيكر خباز clean ينظف cleaner يعني عامل نظافة paint يرسم painter يعني رسام sing يعني يغني singer يعني مغني مين يديني أفعال تانية برضو ونحولها الاسم ونحولها للاسم منها مثلا كلمة drive يعني يقود drive 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 يعني يقود السيارة الاسم منها driver يعني driver يعني سائق drive driver drive يعني يقود drive يعني سائق drive driver وفي عندنا أفعال كثيرة ممكن نجيب منها الاسم منها painter تعالوا مع بعضا نقرأهم تاني painter الفعلي منها ايه من يسبب عن شي يبقى يعني اللي هو يرسم طب ده الفعل تاب الاسم منها مين اللي هو عامل نظافة عامل نظافة يعني عامل النظافة يعني معلم تاب الفعلي منها يعني دارس t-e-a-c-h هنشيل منها er في عندنا sing يعني يغني الفعل الاسم منها مغني مغني يعني singer s-i-n-g-e-r singer baker يعني خباز أمما يعني يخبز bake b-a-k-e bake يعني يخبز read trace and match يعني هندور وها على الكلمات the space is writing on the paper the mean the teacher teacher يعني معلمة who can spell t-e-a هنكتب رخ c-h-e-r t-e-a c-h-e-r يعني teacher معلمة is writing on the paper paper who can spell paper 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 my is my space is watering the flowers my mother mother يعني مين mom t mother m-o-t-h-e-r my mother is watering the flowers flowers who can spell ها من استيق flowers 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 the cleaner is cleaning with water cleaner يعني عمل النظافة who can spell c-l-e-a n-e-r c-l-e-a a-n-e-r watering with water 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 m-a w-a-t-e-r water يعني m-a تعالوا نوصلهم كده مع بعض هاي فين عندنا هنا اه مضر طبعا هنا اه the cleaner is watering the cleaner is cleaning with water طبعا مين وهنا the teacher is writing on the paper طبعا teacher المعلم يبقى هنا نوصل the teacher او طيب my mother is watering the flowers mother is watering the flowers yes يبقى mother the cleaner is cleaning with water طبعا عندنا هنا الكلينر اهو بعد كده بقول لنا fit handwriting عايزين الخط بتاعنا examples of fact file the red pyramid الهرم الاحمر دهشور موجود في مدينة دهشور جيزة يبقى بقول لنا name اسم الحاجة دي اسمها ايه او ملف حقائق اللي نتكلم عنه the red pyramid بنسمع عن ال red pyramid الهرم الاحمر الهرم الاحمر قالك where is it يعني اين دهشور جيزة في مدينة الدهشور بالجيزة how old is it how old يعني عمره كام four thousand five hundred years old four thousand five hundred يعني ربعة تلاف وخمسمائة عام who built it من اللبناء workers for king sanferu workers يعني عمال for king sanferu يعني للملك sanferu how tall is it how tall is it طوله كام one hundred four a meters one hundred four meters يعني مية وربعة متر why do you like it لانت بتحبه it's made of red stones مصنوع من الحجر الاحمر and it looks so beautiful ويبدو ان هو جمل it looks so beautiful the red pyramid the red pyramid is the oldest pyramid at the sure the red pyramid is the oldest pyramid at the sure يعني اقدم هرم في مدينة دهشور جيزة في الجيزة it's about يعني عمره four hundred four thousand five hundred years old اكتر من اربعة تلاف وخمسمائة عام it's one hundred four meters يعني ارتفاعوا مية وربعة متر الطول workers built the red pyramid for the pharaoh sanferu workers العمال built the red pyramid built the red pyramid يعني بين الهرم الاحمر for the pharaoh sanferu للفرعون sanferu it was the first successful pyramid in the world it was the first successful pyramid in the world يعني انجح هرم في العالم i love it انا بحبه because it's made of red stones لانه مصنوع it's made of red stones مصنوع من الحجر او الحجار الحمراء and it looks so beautiful ويبدو ان هو جميل جدء it looks so beautiful طبعا ده الهرم stone يعني حجر worker يعني عامل look يعني يبدو successful ناجح فارو فرعون يعني الهرم دي معلومات عن ال red pyramid دهشول معلومات عن الهرم الاحمر في مدينة دهشول طبعا هنا بولينا في الهرم بان اكتبو ال name the sphinches اللي هو الهرم هنا طبعا بولينا هنا read on the stick uh fact file name the sphinches where is it giza how old is it for seven five hundred years old how tall is it seventy six uh seventy three meters من يعملي باراغراف ولنا باراغراف اكتب باراغراف عن من شاطر يعملي باراغراف عن اه اللي هو the sphinches نقول ايه the sphinches is in giza يمن يجي نكتب البراغراف عن the sphinches and the sphinches زي البراغراف اللي كان قدامنا دلواتي نقول ذا سفينكيز ها من يقول الجملة هنقول ايه the sphinches is in giza اه ابو الهاول ده موجود في الجيزة ده بايه كمان ممكن نكتبه عنه بقول لك اه دي جملة كتبناها عايزين كمان الجملة نقول اه او اتس يعني عمره طبعا نبدأ من اول الساطر بقى يعني عمره اكتر من اربع تلاف عام كمان اتس يعني ارتفاع اتس سفينتي سري سري متر طول يعني ارتفاع اه سفينتي سري متر طول يبقى مرة تانية عن اه ام سفينكيز لو جينا نعمل على باراغراف زي ما قدمنا the sphinches is in giza يعني موجود في الجيزة it's four thousand five hundred years old عمره اكتر من اربع تلاف وخمسمائة عام it's seventy اه سري متر طول وارتفاع سفينتي سري متر طول طبعا ده البراغراف اللي مطلوب نكتبه عن مين عن اول هون بنفس النظر نحطه كده ونكون عليه جمل زي اللي احنا واخدينه طيب تعكد هنعمل باراغراف كماني عن هنا بقول لنا اه احنا هنعمل هنا بقى اسئلة هنقول نيم اه لكسر يبقى نيم يعني الاسم طبعا نبدل الاشياء نيم ونكتب مين دا كارنك تمبل دا كارنك تمبل وير وير يعني ايه اين نقول وير وير ازيت نسأل عنه نقول وير ازيت نقول ايه جيزة طبعا هنا موجود فين في لوكسر يبقى نكتب لوكسر طيب يبقى 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 اتقلل نسبو نو طبعا هنا قول لنا واي بيبل اه بلت ات يعني ليه هو اتبنا واي بيبل بلت ات نقول مسلا طبعا الانصر عندنا هنا اه فور امون and his family فور امون his family دا معلومات عنه اه كمان عندنا اه اه قولنا the most famous part of it it's the hypostyle مني حطي لعليه سؤال ايه what is the most famous part نقول what is the most famous part يعني what is the most famous part ايه هي اشهر منطقة فيه what is the most famous part نقول ايه اه طبعا زهايبو ستايل الانصر عندنا مفروض زهايبو ستايل زهايبو ستايل هول يعني صاري تلبع people drew beautiful pictures on the pillars on the wall what did the people drew او what ها what لو جينا نحط سؤال what did the people دروا الناس بينه اه رسموا عليه ممكن نقول beautiful pictures الانصر beautiful beautiful pictures اه عن اله طبعا اللي هو الparagraph او انه لو دي اسئلة guiding ولكن ده ملف الحقائق اما ده paragraph عنه اه بعني كنا بقول لنا writing طبعا singer نكتب كلمة singer 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 water w a t e r teacher t e a c h e r painter 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 meter 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 طبعا تحت paper 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 طبعا نكتبها cleaner computer 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 flower يعني زرق في الو او دبو اي ار طبعا دول الكلمات لابد نطلع من الدرسة حفظنا اللي فيها اي ار تنشوف اكتفيتس كده عند درس listen and write the missing sounds ها ايه هنا water يبعى حرف اللي نقصه ال اي ار ببر برضو حرف ال ايه ال اي ار teacher teacher معلم teacher ها برضو كلهم نقصين ايه الليترز اي ار flower برضو ايه ال اي ار بعد كده بقول لنا read and match يعني هنقرب وهنوصل read and match computer فين الكمبيوتر عندنا دي number one يبعى هنا عند الكمبيوتر ونكتب number one number two picker picker يعني خباز فين البيكر ايوه ده الخباز اللي عنده العيش picker number three singer singer يعني قلنا مغني يبعى هنا نكتب three طبعا هنا singer يعني مغني cleaner يعني عامل نظافة طبعا هنا ده ده الخباز number two ده الخباز وده اللي هو اللي عامل النظافة ده number four طبعا اتنين متشابهين يبقى او في الصورة ده الخباز وده اللي مع اللي هي المقشة اه بعد كده بقول لنا يعني هنبص ونعمل ميتر ولا طبعا ده ميتر يبقى نعمل عندي ميتر طبعا ايه ده طبعا teacher يعني معلم ايه painter ولا singer اذا ماسك بيلون وبرسمي بايه painter يعني رسم leaves ده اوراق ولا paper ورا طبعا paper يعني ورا paper يعني ورا look read and complete the mother is watering ده الامة بتروي ايه flowers flowers يعني ايه ظهور يبقى نكتب هنا flowers f l o w e r is flowers this piece is cleaning the with water هه من ده اللي بنضب بالمية ال cleaner cleaner يعني ايه يعني عامل نظافة c l e a n e r cleaner يعني عامل نظافة write a sentence under each picture هنكتب صورة ايه جملة تحت الصورة ايه ده ده ابولها نقول ايه the sphynches is in giza ابسط جملة خالص نقول the sphynches the sphynches is in giza يعني موجود في الجيزة the sphynches is in giza طيب جايب لنا ده اللي هو red pyramid يعني الهرم الاحمر نقول الهرم الاحمر موجود فين طبعا في ده شور نقول مثلا the red pyramid is in the shore the shore يعني مدينة ده شور the red pyramid is in the shore the red pyramid is in the shore يعني موجود في مدينة ده شور عايزة زابت كمان اقول انجيزة لكن the red pyramid is in the shore ده مكانه فصح مش ختم وان شاء الله انتظرونا مع revision على اليونت والسلام عليكم